بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد في المحاضرة السابقة حكينا عن النون سيفتي وأكيد انتبهت أنه إحنا كنا نعرف المتغير ومعنا نعطي قيمة صح وأكيد حسيت أنه فيه إشي ألم الشيح لك يا اليوم رح علمك طرق تعريف المتغيرات وكان المفروض صراحة أني أشرح لك إياها في درس الفاربل في الدرس رقم 11 لكن حسيت أنه رح يكون المحاضرة كثير وطويلة هي كانت قبل 25 دقيقة عشان هيك بدي أشرح لك إياها في محاضرة اليوم جدا قصيرة وعلمت كيف تعرف المتغيرات بطرق مختلفة بسم الله أول إشئة ننضيف هنا كومنت وأحكي هنا ديفاين تعريف يعني أول طريقة ننضيف هنا مثلا شارت الأنبورت هي ستارت أول طريقة عنا إياها إني أحكي له انتجا مثلا نمبر وان بدون ما أعطي قيمة هاي الطريقة شو الفائدة منها تحكي لك إن تعرف المتغير بالدكية وما بتجبرك إنك تعطيني القيمة لك في عندي شرط بسيط إليك إياك تستخدم هذا المتغير قبل ما تعطيه قيمة ليه زيب أخذنا في المحاضرة السابقة لأنه هاي معناته في هالشكل إنك إنت بخزن هنا نل والكمبيلر أو لغة دارت بتحبش النل صح؟ واتفقنا إنه عشان نستخدم إحنا النل فإحنا بحاجة إنه نستخدم الكوستن مارك ساعتها بقبل لكن أنا في محاضرة اليوم ما بدي النل سيفتي فمعناته لازم أعطي قيمة بحكي لك برضو ما بشترط عليك تعطي القيمة عن نفس السطر بعد عشر أسطر بعد مية سطر المهم تعطيني قيمة قبل الاستخدام لكن إذا استخدمت الكوستن مارك فأمورك تمام طيب جميل ونفرض إنه على السطر الثاني حكيته نمبر ون يساوي عشرة ساعتها حيشتغل معك بدون أي مشاكل سيفت وعمل رأي وهي طبع لي عشرة فالطريقة الأولى بتقول لك إنك إنت بتعرف المتغير وبتعطي القيمة لما أنت تحتاج منك تعطي القيمة لهذا المتغير في عنده الشرط بسيط بقولك لا تستخدم المتغير إذا أنت مش معطي قيمة لكن ممكن أعمل لك استثناء إذا حطيت الكوستن مارك أتمنى تكون فهمت الطريقة الثانية ممكن تعرف أكثر من متغير على نفس السطر دابل نمبر تو كوما نمبر ثري طبعا ما أقدر أعمل كوما وظل أضيف متغيرات بل ما بدك شو الفكرة هون إن أنا أقدر أتعرف أكثر من متغير أركز عن نقطة هسي بدأ حكيها من نفس النوع لازم يكونوا من نفس النوع وعشان أفصل بالمتغير ومتغير عن طريق الكوما يعني مثلا هاي كوما نمبر فور وظلك مكمل يعني جد ما بدك وبعد هي زي الطريقة الأولى لما تحتاج بتعطيها القيمة نمبر تو يساوي مثلا 12.5 نمبر ثري يساوي 20.5 معلق على خمسة اليوم مش مشكلة نعمل برينت واحكي له هون إنه نمبر تو يساوي دولار صايد نمبر تو بعدين نعمل كوبا زي هيك نمبر ثري يساوي دولار صايد نمبر ثري وهي سيمي كولان وحب أشطب النمبر فور مش بحاجة إلها خليني أسيذ وأعمل رن وهي طبعلي نمبر تو 12.5 نمبر ثري 20.5 ما في عنا أي مشاكل تعالي نشوف الطريقة الثالثة واللي هي يبدأك عندي هون سترينج واحكي له هون السوشال سيكوريتي نمبر هاي اختصار لسوشال سيكوريتي نمبر يعني الرقم القوي ورقم الوطن الخاص فيك أدد أكتب هون نيم ما فيش أي اختلاف عن الطريقة الثانية لكن هاي الطريقة بتسمح لك إنك تعطي القيمة على نفس السطر مثلا هون بدي أحكيله رقم عشوائي نيم يساوي هاي مثلا محمد أكيد انتبهت برضو إنه لازم يكون من نفس الداتا طيب لكن هاي الطريقة بتسمح لك تمشي أكثر من متغير عن طريق الكومة وتعطي الفاليو برضو عن نفس السطر فهون مثلا شو بحكيله print نيم وهي dollar sign وهي نيم بعدين بحكيله كومة ال id اللي هو نفس social security number يعني الرقم القومي وعش ما تخربط اللي هي social security number بحكيله هنا dollar sign social security number قلنا نعمل run سيفت وهي طبعا ال name وهي طبعا ال source security number تنزل لتحت عشان فيش مكان والسعلكية زي هيك ممتاز الطريقة الرابعة وهي أهم شغلة حاب تركز انت عليها الناس عندها خلفية في البرمجة هي حتكون عارفيتها لكن الناس أول مرة هي مهم جدا تركز في النقطة بتحكيها هسا أنشأت لك double وتغير اسم السلاري الراتب وكانها 500 دينار وهي point 50 طبعا بعدين اجت له زيادة تصاري السلاري يساوي الف point 70 والسؤالي لك لما أجي أعمل print وقل له السلاري يساوي dollar sign السلاري وقف الفيديو وانزف التعليقات وكتب لي كداش طلع معاك السلاري في النقطة مهمة شاركني يعني بدك تتفاعل معي فإنت شوف كم هيطلع السلاري وكتب لي ياه في التعليقات ولا تتطلع على التعليقات أعلق مباشرة هنا بدي أوضح لك أهم النقطة في محاضرة اليوم إني أنا بقدر أعمل override override بكل بساطة نكتب لك ياه هنا override إني بكل بساطة المتغير بعطيه أول قيمة هاي القيمة راح تتخزن في المهمة من ذكا على شكل صندوق salary 500 dot 50 بعد هيك رجعت ناديت على نفس السلاري على نفس المتغير وعطيته 1000 dot 70 وانا شا بسوي لكم بايلر بروح يسطب القيمة القديمة بخزن القيمة الجديدة على نفس السلاري الصندوق من ذكا فكرة الصندوق في المماري فطب القيمة القديمة وضعف للقيمة الجديدة وانا شا بخزن وانا شا بخزن يطبع 1000 dot 70 سيئ اهم اشي تسيئ وعمل رون 1000 dot 7 لم يحط زيره لانه زيره ما له قيمة مش له اهمية اتمنى انه تكون الفكرة صارت واضحة هي محاضرتنا اليوم جدا بسيطة كان الهدف منها انه في المحاضرات القادلة ما اشتغل وعرف متغيرات تقول انت عارف شقع بكتو وكالعادة اذا احذرت المحاضر للنهاية اضيف اي طريق بالدكية اضيف معا الوردة ومشوفكم ان شاء الله في المحاضرات القادمة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة